يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة السابعة والسبعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك في فناء إمامك ملحق بانوراما الظهور لازلت معكم في العنوان الثاني حوزة الحمير وهذا هو الجزء السادس عشر إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء وهذا هو حالها منذ أن تأسست سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة أسسها محمد ابن الحسن الطوسي إمام المذهب الطوسي وهو مذهب مسخ جماع ما بين المذهب الشافعي وما تتبناه المعتزلة من فكر على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي العنوان الصغير أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة وهذا هو القسم التاسع وصلت معكم إلى الصوت الخامس مر الكلام في الحلقتين الماضيتين عن سامي البدري وهذا هو الجزء الثالث كلامنا هو هو يدور حول قائمتين قائمة رجل الدين الإنسان وقائمة رجل الدين الحمار التمييز بين الاثنين يعتمد على المنطق الذي تتبنه كل مجموعة مجموعة رجل الدين الإنسان يفترض أن تتبنى منطق الأمير أما مجموعة رجل الدين الحمار إنه الحمار البشري الذي تحدثت عنه سورة الجمعة مجموعة رجل الدين الحمار تتبنى منطق الحمير هناك منطقان منطق الأمير ومنطق الحمير احترموا عقولكم دققوا النظر في منطقي ومنطق القوم وبعد ذلك الحكموا من من على منطق الأمير ومن من من منطق الحمير فمن كان على منطق الأمير فهو في قائمة رجل الدين الإنسان ومن كان من على منطق الحمير فهو في قائمة رجل الدين الحمار بالنسبة لي إنني بحثت طويلا بخصوص الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء فما وجدت فيها أحدا لا من الكبار ولا من الصغار يتبنى منطق الأمير وجدتهم جميعا يتبنون منطق الحمير وقد أثبت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق من هنا فإنني أطلق على حوزتهم بأنها حوزة الحمير وأعتقد أن هذا منصف جدا هذه موازين القرآن وموازين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها لا هي موازين ولا هي موازين أبي أو جدي هذه موازين القرآن وموازين العترة الطاهرة سأقرأ عليكم رؤية الأسابيع من كتاب أخنوخ بحسب القراءة النصرانية وبحسب قراءتنا أخنوخ رؤية الأسابيع التي اتخذها سامي البدري مثل ما هو يقول مصطر إلهية الرجل جاهل بالعربية وغبي جدا غبي إلى أبعد الحدود فهو لا يميز بين المصطر والمصطر هو يقصد المصطر هو يقصد الآلة لكنه يقول المصطر وهو لا يعلم بأن المصطر تكون مكانا تستعمل فيه المصطر ولكن المحاققين الجهابذة من فطاحل النجف النجف تنتج لنا الفطاحل النجف النجف تنتج لنا الجهابذة تنتج لنا العمالقة لكنهم عمالقة في الغباء لكنهم عمالقة في الجهل والتخلف وطياح الحظ في التعبير الشعبي العراقي سأقرأ عليكم ما جاء في رؤية الأسابيع بحسب الطبعة التي بين يدي فإنها تبدأ من صفحة 179 وما بعدها ثم تفوه أخنوخ أخنوخ بمثله وبدأ يتكلم بحسب ما كتب قال يا أبنائي هذا ما أردت أن أقول لكم وأعلمكم أنا أخنوخ حول أبناء البر حول مختاري الأبد حول غرس الاستقامة بحسب ما أردتني الرؤية السماوية وما علمتني كلمة الساهرين القديسين وما فهمته من اللويحات السماوية اللويحات يعني الألواح الصغيرة يعني الصحائف تفوه أخنوخ بمثله حسب ما كتب فقال ولدت السابعة في الأسبوع الأول ملك البر والحق والحق حتى جئت أنا أي صار البر والحق مالكا لشؤون الحياة التعابير ركيكة هذا الغبي يترك فصاحة القرآن وبلاغة محمد وأهل محمد وفصاحتهم ويأتي يبحث في هذه الكتب المحرفة يريد يسوي لها مصطرة من ازنيف رتاك الخشمك على طيح تلحظ هذه على أي حال حتى جئت أنا بعد في الأسبوع الثاني ازدهر الكذب والعنف فكانت التتمة الأولى ولكن نجى إنسان أيضا بعد التتمة نمى العنف ولكن وضع ناموس للخطأ للخطأة جمع للخاطأ ثم في الأسبوع الثالث وفي تتمته اختير إنسان كنبتة الدينونة البار وصار نسله غرس بر إلى الأبد ثم في الأسبوع الرابع وفي تتمته تراء القديسون والأبرار وأعطي لهم ناموس وحضيرة لجميع الأجيال ثم في الأسبوع الخامس وفي تتمته تأسس بيت المجد والملك إلى الأبد بحسب سام البدري فإنه رفض الكلام هنا لأن الحديث بحسب ما قال سام البدري عن بيت المجد والملك في بني إسرائيل فإن ذلك لم يكن إلى الأبد فحرف الكلام هنا هو الكلام في أصله محرف لكن سام البدري ادعى أن هذا الكلام مثل ما يقول هو مصطر إلهية ويقصد بذلك مصطر إلهية ولكنه كما قلت لكم غبي جاهل لا يعرف المعاني العربية الصحيحة ثم في الأسبوع السادس يعمى كل العائشين فيه العائشون الذين يعيشون إنهم الأحياء التعابير ركيكة وتنسى قلوبهم كلها الحكمة ولكن يصعد إنسان إلى السماء في تتمة الأسبوع يحرق بيت الملك بالنار ويتشتت كل نسل الجذر المختار ثم في الأسبوع السابع يقوم جيل فاسد يفعل الكثير وجميع أفعاله تكون فاسد وفي تتمة الأسبوع يختار الله الأبرار كشهود الحق من نبتة البر الأبدي فينالون الحكمة والمعرفة ستة أضعاف هو بحسب ما يقول من أنه قد درس هذه الكلمات كلمة كلمة ولكن نقلها بنحو محرف فحينما نقل هذا المضمون قال فينالون الحكمة والمعرفة سبعة أضعاف الموجود في النص فينالون الحكمة والمعرفة ستة أضعاف بهم تقتلع أسس الإثم وعمل الكذب في التتم الدينون ثم يأتي أسبوع ثامن أسبوع البر فيه يعطى سيف لجميع الأبرار ليتم الدينونة العادلة في كل الأشرار وهؤلاء يسلمون إلى أيديهم في تتمة الأسبوع يختنون أموالا شرعية ويبنى القصر الملكي للإله العظيم في عظمة بهائه لجميع الأجيال ثم يأتي أسبوع تاسع يكشف فيه البر والدينونة العادلة لجميع أبناء الأرض كلها كل عمل الأشرار يزول من الأرض ويرمى في الهاوية الأبدية ويرى كل البشر طرق البر الأبدي ثم يأتي أسبوع عاشر في جزئه السابع تكون دينونة العالم زمن الدينونة العظيمة التي تتم وسط الملائكة تزول السماوات الأولى فتظهر سماوات جديدة كل قوات السماء تشع وتسطع سبع مرات ثم تأتي أسابيع كثيرة لا عد لها ولا نهاية تتم فيها الفضيلة والبر ولن تذكر الخطيئة من بعد على الدوام هذه رؤية الأسابيع من أولها إلى آخرها بحسب ما جاءت في كتاب أخنوخ هذه هي التي جعلها سام البدر مصطرة لمعرفة علامات الظهور القريبة فحرف فيها ثم وجدها ناقصة فأضاف إليها رواية من كتب مخالفي العترة الطاهرة جاء برواية من مستدرك الحاكم النيسابوري وقال ما خال نذهب إلى فاصل سأعيد قراءة ما قرأت عليكم بخصوص الأسبوع التاسع أتمنى عليكم أن تدقق النظر فيما سأقرأه عليكم وبعد ذلك سأعرض بين أيديكم ماذا قاله سام البدر قارن بين الموجود في هذه المصطرة وبحسب تعبيره المصطرة العلهية وبينما سطره من أكاذيب هذا هو الذي جاء في الأسبوع التاسع في كتاب أخنوخ ثم يأتي أسبوع تاسع يكشف فيه البر والدينونة العادلة لجميع أبناء الأرض كلها كل عمل الأشرار يزول من الأرض ويرمى في الهاوية الأبدية ويرى كل البشر طرق البر الأبدي هذا هو الذي جاء في الأسبوع التاسع والذي أطلق عليه هو سام البدري بأن الأسبوع هذا هو أسبوع الرجعة وصطر لنا من الأكاذيب التي لا هي قد ذكرت في رؤية الأسابيع في كتاب أخنوخ ولا هي قد ذكرت في القرآن ولا ذكرت في أحاديث العترة الطاهرة ولم تذكر في كتب المخالفين للعترة الطاهرة ولم تذكر في كتب اليهود والنصارى إنها أكاذيب سام البدري الأكاذيب الخالصة النقية من جيبه الخاص أنتم استمعتم إلى ما جاء في الأسبوع التاسع فتعالوا نشاهد هذا الفيديو أكو شي بعد بالمصدر يقول إيه أكو شي بعد ثم يأتي أسبوع تاسع أسبوع الثامن يقول أسبوع عدل ولكن الناس متفاوتون مشيحية موجودة يهودية موجودة آخرين موجودين يعني كل اليهود الله سبحانه وتعالى رح يذبحهم على أيدي المهدي لا وأنما اليهود غير الصهاينة رح يبقون اليهود الصهيوني اللي هو مخرب والمشيحي اللي يرتبط بيهم ورح ينال القتل أما أكو مشيحين موجودين خب هذولي الآن عاشوا دولة عدل دولة عدل مطلق خب الناس بعد ما عدهم شغل يلتقون بالنوادي بالأماكن العامة واحد يقول لا أنا مسيحي التي يهودي الحق ويايا يقول لا الحق ويايا الثالث يقول خلنا رفعها للإمام خلي نحل المشكلة بيناتنا يراوينا الحق نريد نشوف الحق بأعيننا فإذن يقول يأتي أسبوع تاسع ينكشف الحق لجميع الناس أن الحق وين شنسمي هذا الأسبوع أسبوع الرجعة طبعا لما المهدي سلام الله عليه يظهر للناس الصحيفة الجامعة يقولهم شوفوا الشيعة في رسائلهم العملية أحكامهم من هذا الكتاب ماكو فرق أحيقلوا له إيه إذن أنت شيعي شيعي ما يخالف من يقول هاي كاتبها علي من هاي كان ومن يقول علي كاتبها علي موافق للخلفاء علي يحب الخلفاء علي مصاهر للخلفاء أنت جد قول فهنا إذن رح يحتاج المهدي سلام الله عليه إلى إحياء عليه خو إحنا الآن إذن نقول أن المهدي يحيي علي تقوم القيامة علي مهيش لو لا جل من ويا المهدي عيش عيش ويا المهدي وزيره يقول يا روح الله توجه أن القبر أمير المؤمنين وأنت بلد يا سمحت العلامة المحقق من أين جئتنا بهذا الضراط هل يمكنك أن تخبرنا من أعلاك من أسفلك من أي مكان جئتنا بهذا الضراط بهذه الأكاذيب هذه الأكاذيب لا وجود لها لا في كتاب أخنوخ بحسب ما تقول في المصدر الإلهية والإلهية ولا في القرآن ولا في حديث العترة ولا في كتب السنة ولا في كتب اليهود والنصارى من أين جئتنا بضراطك الكريم هذا يا سماحة العلامة المحقق يكذب كذبا مركبا يكذب كذبا مضاعفا كذاب هذا كذاب سافر وهو يتحدث عن الصحيفة الجامعة يكذب على الإمام الحجة حيث يقول من أن الإمام الحجة سيخرج الصحيفة الجامعة ويخبر الناس من أن أحكام الرسائل العملية أخذت من هذه الصحيفة هذا كذب على الإمام وهو في الوقت نفسه كذب على الحقيقة وكذب بالحقيقة فإن الحقيقة ليست كذلك الرسائل العملية لا صلة لها بالصحيفة الجامعة لا من قريب ولا من بعيد وكذب على مراجع الشيعة أيضا فليس هناك من مرجع شيعي يدعي هذا الكلام وكذب على هؤلاء الجلاس وتلاحظون أنه يتحدث بطريقة وبأسلوب تظهر للمشاهد إعجابه بنفسه وهي فرحان سامي البدري فرحان مكيف بروحة أنا لا أدري هذا الكذاب ماذا سيقول لإمام زماننا إذا ما سأله لماذا تكذب علي ماذا سيقول له لماذا تكذب علي ما الذي يدفعك لذلك يكذب على الإمام ويكذب في ساحة الحقيقة إذ لا وجود لشيء من هذا من أن الرسائل العملية لمراجع الشيعة أخذت من الصحيفة الجامعة ويكذب على مراجع الشيعة لا يوجد مرجع شيعي منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يدعي أن رسالته العملية قد أخذها من الصحيفة الجامعة ويكذب على جلاسه على الذين يستمعون إلى حديثه القضية الرامعة سهلة هؤلاء شيعة وشعة حمير عند المعممين فلا بأس بذلك أن يكذب عليه ذكرهم ذكروا شيعة الحمير بما جاء في الوثيقة الدخية المباركة ما لدي أجيب الأسمان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل النوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلام أكبر خمسة قال لي مستعجب مش درعب ويلا تركب يعني خلاغة أغاميشيني كما تكون خلاغة أغاميشيني جميع تركبهم وتقول لهم كان حالة تسمون فقوش ديخ تعربي فقوش والنص عباط كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسمان أغاميشيني قالت تركب كما تركب نعم وغاية ديخ نعم لا معلم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة كل الذي قاله كذب في كذب هذا الرجل كذاب وضاع محرف مفتر على محمد وآل محمد تأخذون دينكم من هؤلاء الكذابين المفترين هنيئا لكم يا شيعة الصخام واللطهام طيعة لاحظكم هؤلاء هم الذين يضحكون عليكم في كل الفيديوات التي عردتها بين أيديكم في الحلقتين الماضيتين في كل الفيديوات ما قرأ آية من القرآن بنحو صحيح في الفيديو الأول جاءنا بآية لا وجود لها في القرآن لا وجود لها في القرآن على مستوى اللفظ ولا وجود لها في القرآن على مستوى المعنى فالمعنى الذي تحدث عنه لم يتحدث عنه القرآن وإن كان موجودا على أرض الواقع بالنسبة للمسلمين فإنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم لكننا نتحدث هنا عن القرآن بما هو قرآن الآية التي جاءنا بها لا توجد في القرآن لا لفظا ولا معنا وقد كتبها على الورق هو يقرأها من الأوراق كي يكون دقيقا لأنه محقق المحققون هكذا يفعلون يضبطون الأشياء على الورق بدقة هكذا هم محقق النجاف بالضبط مثل ما مر علينا في المحقق نائيني يبني مباحثه الأصولية على آية لا وجود لها في القرآن والذين يحضرون درسه قبار مراجع الشيعة عظماء الشيعة هكذا هو العلم في النجاف هكذا هو التحقيق في النجاف هكذا هو علم أصول الفق الذي وفقا له يشقص الأعلام يقولون انظروا إلى أصوله إلى علمه في أصول الفق ووفقا لهذا يشقص الأعلام وفقا لعلم لا يميز فيه بين ما يقوله الله وما يفتره المراجع العظام هذا هو التحقيق العظيم في حوزة النجاف وكربلاء ألا تستحق أن يقال عنها من أنها حوزة الحمير وحق الأمير إنها حوزة الحمير اعرضوا لنا ما قرأه سامي البدري في الفيديو الأول ويصدق عليهم قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم وهو أشنع أنواع التخريب هذه الآية التي افتراها سماحة العلامة المحقق في الفيديو في الفيديو السادس قرأ لنا آية من سورة الحجرات قرأها بطريقة خاطئة هي الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم فقرأها بطريقة خاطئة وحدثتكم عن هذا رجاء اعرضوا لنا قراءته لهذه الآية أي يمنون عليك أن أسلم قل لايك لا تمنون علي إسلامكم سهل أعيدوا بث الفيديو رجاء أي يمنون عليك أن أسلم قل لايك لا تمنون علي إسلامكم سهل لا تمنون علي إسلامكم هذه القراءة قراءة سامية بدرية في الفيديو السابع قرأ لنا آية بطريقة لا تقرأ بها تلك الآية إنني أتحدث عن الآية الخمسين بعد البسملة من سورة المؤمنون نحن هكذا نفقه القرآن حينما نقرأ في سورة المزمل في الآية العشرين بعد البسملة وهي آخر آية من سورة المزمل يأتي فيها فاقرأوا ما تيسر من القرآن ومرة أخرى فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن بحسب ما أنزل بحسب ما يعرفه المسلمون فاقرأوا من كيفية إنزاله هذا هو المراد فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن بحسب ما أنزل وكيف أنزل القرآن حينما نذهب إلى سورة يوسف وإلى الآية الثانية بعد البسملة إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون هكذا أنزل القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا فحينما نقرأه لابد أن نقرأه قراءة عربية فحينما تأتي هذه الآية أتحدث عن الآية الخمسين بعد البسملة من سورة المؤمنون وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيهِ الآية إذا أردنا أن نقرأها لابد أن نقرأها قراءة قرآنية عربية فحينما أمرنا أن نقرأ ما تيسر من القرآن أن نقرأ القرآن قراءة قرآنية عربية بحسب ما أنزل فإنه قد أنزل عربية وآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِي التشكيل النحوي أساسي في قراءة القرآن كيف قرأ سامي البدري هذه الآية رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو وهذه رواية ابن عشاكر في قوله تعالى وآويناهما إلى رب ذات قرار ومعين هذه القراءة لو قرأ بها في صلاته فإنها قراءة باطلة ولو نذر أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة أن يقوم بختمة قرآن كاملة بهذا الشرط أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة لو قرأ الآية بهذه القراءة فإن الختمة لم تكن قد جاءت بحسب ما اشترطه على نفسه فيما نذر وَأَوَيْنَاهُمَا إلى رب ذات قرار ومعين هذه ما هي بقراءة قرآنية عربية صحيحة لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة وكذلك لا يجوز أن يقرأ بها في القرآن إذا كان الإنسان عارفا بالقراءة الصحيحة إذا لم يكن عارفا بالقراءة الصحيحة وغاية جهده أن يقرأ القرآن بهذه الطريقة فلا إشكال عليه ولكن في الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم القراءة الصحيحة وأن يقرأ القراءة الصحيحة في صلاته فإذا قرأنا الآية هذه في الصلاة بهذه الطريقة هذه قراءة باطلة رجاء أعيد لنا الفيديو وهذه رواية ابن عشاكر في قوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هذه القراءة القرآنية العربية هذا هو المحقق الطوسي السستاني العظيم حيث به هذا الأخرق مسخرة أنتم يا أيها الشيعة مضحكة وحق أمير المؤمنين هؤلاء يضحكون عليكم الأجدر بسامي البدري أن يذهب كي يتعلم القرآن أنا أقول له أنت حاير بقلقامش أو حاير بأخنوخ أو حاير بالألواح المسمارية للبابليين أدري أنت بقبرك يسعلونك عن قلقامش لو يقولون لك يا أثول أنت ليش ما تعلمت القرآن يا أثول يا أخبار قلقامش شيء في يديك الألواح المسمارية ويا ليتك يا ليتك يا ليتك كنت ناجحا في ذلك والله إذا أردت أن أفتح نقاشا معك في هذه الموضوعات فإني سأظهرك بصورة تكون أسوأ من هذه الصورة التي أعرضها الآن بس أنت ماشي على هالمطاية والمرجعية الدعمك الدعمك وتدفع بيك للواجهة والشيعة الغبران يصفقون لك يصفقون لك من طاعة الله هض الشيعة حقائق حقائق دين العترة التي تبث عبر هذه الشاشة السيستانيون اللعناء الأنجاس يقولون لكم من أن القناة ماسونية حقائق دين العترة هذا هو دين علي وآل علي هذا هو دين قائم آل محمد هذه الحقائق هي حقائق دينهم ترفضونها وتمشون وراء ذول المطاهة طيح الله أحظكم مو أنتم مطاهة مثلهم وشبيه الشيء منجذب إليه نذهب إلى فاصل أقول لسام البدري أين المصطرة يا صاحب المصطرة أين المصطرة لقد ضيعت المصطرة منذ أن ضيعت بيعة الغدير ولقد ضيعتها منذ زمن قديم ضيعها الأول لأنك طوسي والطوسيون ضيعوا بيعة الغدير أساسا لا ألومك على هذا فنحن ولدنا طوسيون لا ألومك على هذا ولكنك حين تعلمت دينك تعلمت تعلمت من طوسي من طوسي بتري ضال من مرتضاء العسكري من مرتضاء العسكري من هذا البتري المرجعي الضال من هنا أخذت دينك يا سامي يا سامي البدري وقد ضيعت المصطر حينما ضيعت بيعة الغدير ومنذ زمن بعيد وأنت تتحدث عن عقيدتك الضالة والسفيهة في مضمون بيعة الغدير رجاء اعرضوا لنا التسجيل الأول الذي يتحدث فيه سامي البدري عن عقيدته ببيعة الغدير هل كانت وصية سياسية قدر النبي إلى علي بعده لا الوصية ليست سياسية كما أنه لا أعرف أنه هذا يكون قبيح حتى يوم واحد يترك المدينة ما يتركها بدون والي أو بدون خليفة فكيف هو إذا يترك الأمة فلأن في ظرف في ظرف حياته كحاكم طبعا يترك المدينة يعين شخص كحاكم أما إذا يدي موت الأمة ما ملكته نفسها كحاكم أبدي عقد النبي من يزوج إمرأة المعصوم من يزوج إمرأة فقط أكو استثناء أن النبي صلى الله عليه وآله من يزوج إمرأة ما يصير من بعد أن تزوج هذا استثناء أما بقيت المعصومين معصوم يتزوج إمرأة من بعد يمكن يزوج إنسان آخر فالأمة فالأمة حينما بايعت النبي على أن ينفذ فيها القانون الإلهي ما قلت لأيضا أنت لك حق تملكنا وتملك أجيالنا إلى آخر الدنيا والملك وراثي لو كان الأمر كذلك للي تفضل كبير صحيح أنا النبي صلى الله عليه وآله ينصه يقولهم بما أنكم بايعتموني على أن أنا الملك أملك أمركم كتصرف كتنفيذ للقانون وأنا أموت فمن بعد ابني أو ابن عمي ليس الأمر كذلك الأمر للأمة العقد أن الحكم عقد بين الأمة وبين الشخص بين الحافظ نبيا كان أو وصيا نبيا بمجرد أن يموت النبي أو يعجز غيره يعني النبي والإمام والمعصوم لا يعجز لا نفترض فيه العجز وإنما غير المعصوم إنسان متوفر بيشوف لكن بالأثناء نشي بالأثناء عجز بالأثناء انحراب حق ينتهي يرجع الأمر إله فالأمة هي فبيعة الغدير لا تنصب أمير المؤمنين حاكما وأميرا على الناس إنه يرجع الأمر إلى الأمة بالضبط مثل ما فعلوا في سقيفة بني ساعدة أنا أقول لها السامي البدري هذا الأمة اللي مثل هاي الناس اللي اتصدق بأكاذيبك هذه أمة طايا حظة هذه أمة سفيه فكيف نجعل الأمر بيد أمة سفيه هذه أمة سفيه الأمة التي تركت عليا وقد بايعته في بيعة الغدير وذهبت إلى أولئك الأعراب الجهال الذين وصفهم القرآن بأنهم لا يعقلون في سورة الحجرات هذه أمة سفيهة في أحسن أحوالها وإلا فإن حقيقتها أنها أمة ملعونة ضالة كافرة وهذا هو الذي نعتقده بحسب قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وبحسب أحاديثهم ورواياتهم وخطبهم وأدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم هذه الحقائق من بديهيات ثقافة دين العترة الطاهرة هؤلاء هؤلاء هم محققوا النجف هؤلاء هم الذين يضحكون عليكم صنعوا منكم حميرا ثم ركبوا على ظهوركم وهذا الكلام ليس خاصا بسام البدري هذه العمائم التي تشاهدونها في النجف وكربلاء هذه العمائم إن لم تكن إن لم تكن بنسبة مئة بالمئة فإنها بنسبة تسعة وتسعين بالمئة على هذا الضلال ولكن كل واحد منهم بحسبه هذا هو المذهب الطوسي الضال الذي أحذركم منه مات عليه أجدادنا وآباؤنا ونحن ولدنا عليه ولكن الحقائق صارت واضحة صارت واضحة بين أيدينا رجاء اعرضوا لنا التسجيل الثاني سيدنا ناوي السلام لنسبة موضوع البيعة لكيف أنه عقد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم انتهى العقد بين الأمة وبيعة رسول بالبيعة فبيعة الحليمة يطالب كون جديدة وأن أعتقد هو نفس موضوع الغدير هو بيعة سادقة وعاقد موجود بين الأمة وبين الإمام عليه السلام بما يخص البيعة بيعضع لفاة رسول صلى الله عليه وسلم فإذا هذه بيع لم تكن بيعة حكم لأنه الحاكم بأثناء الأمة ما دام الحاكم موجود السلطة اللي كانت تملكها نطتها للحاكم فما عند هالشي تقدر تتبايع به معاكم طفعا يكون يموت ينفسخ العقد بينه وبين الحاكم بالموت فيرجع الأمر إلها هذا الأمر مرة أخر في العقد لذلك مثلا الإمام عليه السلام يقول أنتم شعداء الآن لأن أمركم رجع إليكم بعد قتل عثمان أمركم الآن بيتكم وانتم الآن بايعت هذا الكلام يمكن أن يصدق في المناقشات القانونية ولكن في أجواء الدين والعقيدة هذا الكلام لا قيمة له الشيعة الشيعة حينما بايعوا علي في الغدير لقد بايعوا جميع الأئمة الشيعة حين يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين يعتقدون في الوقت نفسه بإمامة سائر الأئمة والأئمة لم يولدوا بعد وهكذا الشيعة في زمن السجاد يعتقدون بسائر الأئمة ويبايعونهم قبل أن يولدوا ما هذا الهراء ما هذا الهراء هذا الهراء قد يصدق في المجالات القانونية لأنه في مجال القوانين لا بد من وضع حدود وهذه الحدود اعتبارية لا حقيقة لها ما معنى أن الأمة أعطت السلطة لهذا الحاكم فلم يبق عندها شيء حتى تقوم بتقديمه إلى شخص آخر ما معنى هذا الكلام هذا الكلام يمكن أن يقال في الأجواء القانونية الدنيوية التي لا علاقة لها بالدين لصناعة حدود اعتبارية وإلا كيف سيكون الالتزام بمضامين القوانين ففي القوانين الوضعية لا بد من وضع حدود اعتبارية أما في جو الدين والعقيدة فإن الدين والعقيدة فإن الدين والعقيدة هما الذان يضعان الحدود وهي حدود حقيقية ليست كالحدود الاعتبارية في مجال القوانين هذا الكلام هراء في هراء من هنا ضاعت المصطرة عند الرجل ضاعت مصطرة سام البدري مثلما ضاع سام البدري فهو لا يميز بين المصطرة والمصطرة رجاء اعرضوا لنا التسجيل الثالث نعم السيد العسكري تقدرون تسألوه انه الحكم هو رأيه ها كذا اعرفه طبعا لا ادعي انني منفرد بهذا الرأي ولا ادعي انني اول من ابتكرت هذا الرأي وانما اول من طرحه مرتضى العسكري في احد في دراسات وانما انا بحمد الله من خلال دراشة المفصلة للسيرة اضفت ادلة عليه وطرحته بهذه النظرية المفصلة ما طرحه في كتبه لانه على كل حال يخشى من الاراء الجديدة عادة فتقدرون تسألوه انا اخبرت الاخ هذا الاخ في الاسبوع الماضي تقدر تسأل هل كانت الوصية من النبي لعلي من اجل ان يكون حاكما او من اجل ان يكون حافظا للسنة ومبلغا لها وهذا واحد يقول انهم من اجل يكون حاكما يا اخي اخو ادري انا كتاب وهو المؤلف من يكتب كتاب احيانا يخونه التعبير مو يعدل يخونه التعبير في مورد وفي مورد اخر يصح له التعبير ولذلك اذا تريد الرأي النهائي للمؤلف تاخذ من المؤلف في الحقيقة يعني مو تاخذ من الكتاب لو كانت النظرية بهذا الوضوح للسيد العسكري من اليوم الاول كان بنى كتابة عليها وانما عند هذا الوضوح ولكن في موارد نجح في التعبير وفي الصياغة الرؤية تواضحة الرؤية من تسأل وتحاوره يقول لك فصل ماكو يعني من اجل هؤلاء من اجل تبليغ رجل طرحها نظريته في ان الانبياء والاعمة من اجل التبليغ تبليغ الاسلام وتبليغ السنة منذ حياته مبكرة هو يطرح هذا الرئي بل وانما التعبير او الصياغة للبحث احيانا انسان ينجح في مورد مين وانا الرجل نظريته في موضوع الفصل وان الهدف من الوصية وان هذه النصوص لتؤكد المعنى الاول وان الامام اذا اريد له ان يكون حاكم او النبي لابد له من البيعة هذا رأي قطعا هناك غير مرتضاء العسكري وغير سامي البدري في الوسط الشيعي من يتبنون هذا المعتقد انا لا اريد ان اخوض في هذا الموضوع وانما بحدود ما اتحدث به عن سامي البدري مرتضاء العسكري في النجف حينما صدر في مصر الحكم باعدام سيد قط لعنة الله عليه ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر ان يقيم ان اغتال سيد قط اردتم انتم ان توقفوا هذا الحكم فارحت لسيد الحكيم اقدر اقل لك يعني ليلة ليلة اذاعة البيان في الحكم باعدام سيد قط اقدر اقل لك ما نمنا تلك الليلة وين كنتوا ذاك الوقت كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه انا اذكر ان سيد مرتضاء العسكري ايلي قال لي قال لسيد طالب انا البارحة ما نمت بعد ان سمعت هذا هؤلاء هم علماؤكم يا ايها الشيعة الحمير هؤلاء هم مراجعكم هؤلاء هم الذين تمجدونهم هم الذين يتحدثون عن انفسهم بانفسهم فهذا طالب الرفاعي صديق مرتضاء العسكري وهما معا مع مجموعة من اصدقائهم اسسوا حزب الدعوة وحزب الدعوة اسس على هذا الفكر الضال للسقيم وهذا سامي البدري تلميذ مرتضاء العسكري وكان مدللا عنده كان مدللا عند مرتضاء العسكري ها هم يتحدثون عن ضلالهم بانفسهم هنا ضاعة المصطرة وضاع الصراط وضاع الطريق وضلوا وتاه وضلوا وتاه هذه مشكلة الشيعة منذ ان تأسس المذهب الطوسي اللعين منذ سنة 448 للهجرة ونحن ننتقل من ضلال الى ما هو اضل مثل ما اخبرنا امير المؤمنين من ان الشيعة سيكون تيهها اضعاف تيه بني اسرائيل ومن تيه الى تيه اشد هذا هو الواقع الشيعي وهذه معالمه بين ايديكم هؤلاء حمير هذا هو منطق الحمير حينما نقرأ في الاية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته جزء من الرسالة حكومة الناس جزء من الرسالة وهذا الامر كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله هل هذا الامر ليس واضحا ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله حاكما بين الناس وحاكما على الناس وهذا هو جزء من رسالته والقرآن صريح وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الحديث عن الرسالة كلها بتوحيدها ونبوتها وقرآنها وحكومتها وسائر تفاصيلها فإنها تساوي صفرا من دون بيئة الغدير الكلام واضح هذا منطق الامير القوم على منطق الحمير هل يلوم هي أحد أن سميت حوزتهم بحوزة الحمير إما أن تكون مع الأمير وإما أن تكون مع الحمير وهؤلاء هم الحمير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الحديث عن الرسالة كلها بكل شؤونها بظاهرها وباطنها بكل تفاصيلها وجزع يسير منها الحكومة بين الناس والحكومة والحكومة على الناس جزع يسير منها الرسالة بكلها تساوي صفرا من دون بيعة علي هذا يعني أن الرسالة بكل تفاصيلها ستكون من شؤون بيعة علي ومن أن بيعة علي على جميع أجزاء الرسالة وجزع من الرسالة الحكومة يا حمير يا حمير هذا منطق الأمير يا حمير يا حمير هذا منطق الأمير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء كافرون بحسب الأهل لأنهم يتحدثون عن بيعة غدير مخرومة بيعة الغدير هي هذه إذا من تقص منها فما هي ببيعة الغدير ولكن هذا الأخرق مثلما لا يعرف قراهة القرآن ويأتينا بقرآن مخروم وآيات مخرومة وآيات مفترات فأنا له أن يفقها مضمون بيعة الغدير يتحدث عن أبحاث كتبها ما هو ضراط كضراطك هذا الذي سمعنا وإنك لتضرط منذ زمن بعيد ولازلت مستمرا على ضراطك نفسه في سورة المائدة نفسها وهذه الآيات بحسب ثقافتنا ثقافة العترة الطاهرة هذه الآيات نزلت بعد أن بايع المسلمون عليا في غدير خم إنها الآية الثالثة بعد البسملة اليوم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ورضيت لكم الإسلام دين أليس الحكومة بين الناس القضاء والحكومة على الناس الولاية والحاكمية أليس الحكومة بين الناس والحكومة على الناس جزءا من الإسلام هذا فإن الله لم يرتض الإسلام دينا إلا بعد بيعة الغدير والحديث عن الإسلام كله بكل أجزائه وجزء من الإسلام الحكومة بين الناس والحكومة على الناس فأي إسلام هذا الذي تتحدثون عن يا أيها الأخبياء يا أيها البغال عن أي إسلام تتحدثون هذا الإسلام الذي يتحدث عنه القرآن جزء منه الحكومة بين الناس وجزء منه الحكومة على الناس وهذا ما كان يفعله نبي الإسلام فحينما يقهل القرآن ورضيت لكم الإسلام دينا إنه الإسلام بكله خصوصا إذا نظرنا إلى ما قالت الآية اليوم أكملت لكم دينكم ماذا أقول لهؤلاء الأخبياء الذين لا يفقهون شيئا لا يفقهون شيئا من هذا الدين ألا ذهبتم إلى سورة طاها ومرتضى العسكر يستدل في كتبه على حق علي بحديث المنزلة وهو حديث معروف في صحاح أتباع سقيفة بني ساعد من أن منزلة علي عند رسول الله كمنزلة هارون عند موسى فأقول لهؤلاء لهذا العسكري ولتلميذه البدري أما رجعتم إلى القرآن وقرأتم ماذا جاء في سورة طاها قال رب شرح لي صدري متى قال هذا موسى حين قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى لقد بدأت رسالتك يا موسى بدأت رسالتك اذهب إلى فرعون إنه طغى الآية الرابعة والعشرون بعد البسملة من سورة طاها وما بعدها من الآيات اذهب اذهب إلى اشدد به ازري الوزير الوزير هو الذي يجدد به الازر واشركه في امري قد اتيت سؤلك يا موسى فإن هارون شريكك في الرسالة واشركه في امري حتى في العبادة كي نسبحك كثيرا كان شريكا لموسى في عبادته كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة قال قد اتيت سؤلك يا موسى فكان هارون شريكا لموسى في رسالته شريكا له حتى في ذكره وعبادته هذه منزلة علي من رسول الله كان شريكا له في الرسالة لم يكن وصيا من بعد وإنما كان شريكا له في حياته علي شريك محمد صلى الله عليه وآله في رسالته بصريح القرآن بصريح القرآن هل تكذبون محمد وهو يقول علي علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد تكذبون محمدا هذا حديث محمد صلى الله عليه وآله وتفسيره من القرآن هذا بيان القرآن وهو بيان واضح وأشركه في أمري الحديث عن الرسالة لأن الله قال له قد بدأت رسالتك يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى لا مجال لي كي أتناول الآيات التي سبقت هذه الآية في السياق نفسه وهي توضح المطلب بصورة أكثر وبنحو أنصع وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا حتى في شؤون العبادة عبادتهم كانت مشتركة القرآن ذهب إلى أكثر من هذا في آية المباهلة في سورة آل عمران جاء الوصف صريحا وأنفسنا إنه علي ولا يوجد غيره القرآن ذهب إلى ما هو أبعد من الشراكة ولكن لنقف عند مستوى الشراكة وأشركه في أمري كان أمير المؤمنين شريكا لرسول الله في الرسالة ولم يكن وصيا لرسول الله من بعده كان وصيا ووصية علي من شؤون علي من شؤون إمامة علي فعلي إمام وهو أحد أئمة الأئمة الثلاثة محمد علي فاطمة فعلي إمام وإمام الأئمة إمام لفاطمة ولولد فاطمة من المشتبى إلى القائم وعلي وصي وهو سيد الأوصية وعلي حجة وهو حجة الحجج وعلي 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 شريك محمد صلى الله عليه وآله في رسالة محمد هو الذي يقول علي مني بمنزلة هارون من موسى والله هو الذي يقول بعد أن طلب موسى من الله أن يجعل هارون شريكا له في رسالته قد أتيت سؤلك يا موسى الله قرر الذي أراده موسى تعترضون على الله تعترضون على رسول الله تعترضون على القرآن تعترضون على موسى النبي تعترضون على من ما هي الحقائق واضحة يا أيها الأغبياء ماذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة طويلة من الخطبة الطويلة التي تحدث فيها أمير المؤمنين عن كثير من التفاصيل ومن جملة تلك التفاصيل تحدث عن علاقته برسول الله وبنحو إجمالي بنحو إجمالي وبلسان المدارة أيضا فعلاقة علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفقهها إلا محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هذه الخطبة القاصعة وهي الخطبة الثانية والتسعون بعد المئة من خطب نهج البلاغة الشريف هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 218 أمير المؤمنين يخاطب المسلمين حيث يقول لهم وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الأمر ما كان يجهله أحد لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الطلقاء الطلقاء الذين دخلوا الإسلام بعد فتح مك أطلقهم رسول الله وكان إسلامهم إسلام المنافقين من أمثال أبي سفيان ومعاوية لعنة الله عليهم جميعا وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه العرف الرائحة الطيبة ونبينا صلى الله عليه وآله كانت تفوح الرائحة الطيبة من ثمه ومن كل بدنه في ليله ونهاره في يقضته ونومه في كل حال من أحواله وحينما يتعرق فإن الرائحة الفواحة تزداد طيبا هذا هو محمدنا صلى الله عليه وآله وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل إنه يتحدث عن عصمته صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يتحدث عن عصمته هنا وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل إلى أن يقول سيد الأوصياء متحدثا عن رسول الله ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري حينما كان يعتزل في غار حراء نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قبل البعثة ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجته وأنا ثالثهما أرى نور الوحي أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي كم كان عمر أمير المؤمنين حين نزل الوحي حين بدأت البعثة كان في العاشرة إنه يتحدث عن تلك السنين ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك انتبهوا إلى هذه الكلمات رسول الله يقول لعلي وهو في العاشرة من العمر والنبي كان في الأربعين إنك إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير الآيات التي قرأتها عليكم قبل قليل من سورة طه واشدد به أزري وأشركه في أمري هذا الحديث بمستوى المدارات وإلا فإن الحقيقة أعمق وأعظم وأوسع ولكننا نكتفي بهذا الحد الواضح من كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه إنك تسمع ما أسمع تصور هذا الأمر إن عليا كان في العاشرة من العمر إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير ويأتي هؤلاء الأغبياء كي يضرطه يضرطه وهذا الكلام أنا لا أحب أن أقوله لكنني كيف أصف ما يقول هؤلاء إن نارا في صدري تغلي صدري يغلي كالمرجل كيف أصف حديث هؤلاء لا أجد كلاما أصف به حديث هؤلاء الأغبياء هؤلاء الأوغات عرفتم يا أيها الشيعة العباقرة من مدحكم مدحكم عرفتم أن هناك منطقين هناك منطق الأمير هو هذا وهناك منطق الحمير وهو منطق مراجعكم إنه منطق المرجع الأعلى وسائر المراجع إنه منطق هؤلاء المعممين هؤلاء الجحوش عرفتم الحقيقة وكيف تعرفونها وأنتم جحوش جحوش عند هؤلاء الجحوش نذهب إلى فاصل هذا التيه والضلال سيكون مغطيا لكل عقائده عقائد الطوسيين من أولها إلى آخرها ضلال في ضلال لأنها تبنى على منهج ضال ومن هنا فإنني جعلت العنوان هكذا أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة سام المدري يحدثنا عن مرض إمامنا السجاد علي بن الحسين عمره 22 سنة وليستر أن يقاتل مع علي الأكبر ومع بقية الأصحاب وأعمامه لماذا لم يقاتل علي بن الحسين مريض من يوم اثنين محرم من اليوم الأول الذي نزل به الحسين عليه السلام في كربلا بدأ المرض عليه وأصيب بالذرب بالذرب يعني الإسهال ولا حقضوا هذا الإسهال بحيث خلاه جلد على عظم عمره 23 سنة لكن يشوف الإنسان كأنه عمره ابن 12 13 سنة ذبل الإمام السلام الإسهال يدفل الإنسان صار جلد على عظم سار إذا قعد من يقدر يعني ينكفي إلا يسند يسند السلام الله والتالي صار معدول شهر عن المقتال مام يعني قال ناحية التكوينية عن أن يقاتل حتى أنه بعد ما قتل حسين سلام الله عليه لما أجاء الجلاوزة ورأوا إنسان على الأقل رجل مبين وأرادوا أن قالوا هذا باقي من هذه الذلية إرادة يقبلوه لأنه تدعوه لما به شباب أي يتحد فكان يستدر وجوده ومظهره حتى رحمة الأعداء هذه آية هذه آية لأن عزيز بن حشين وصيء إسهالك على وجهك ولحيتك يا سام البذري طيح الله حظك الإمام السجاد مصاب بالإسهال هذا الموضوع تحدثت عنه في الحلقات الماضية لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لكنني أقول العقل الذي يسمح لنفسه أن يتصور الإمام السجاد ملطخا بغائطه حينما أخذوه من كربلاء إلى الكوفة لأن الماء لم يكن موجودا في خيام الحسين لمدة ثلاثة أيام هذا يعني أن الإمام السجاد كان يتغوط على نفسه لمدة ثلاثة أيام وليس هناك من ماء للتنظيف والتطهير فأخذوا الإمام إلى الكوفة على هذا الحال ووضعوه هناك في خربة وقد قيدوه بالأغلال فهذا يعني أنه كان مستمرا على هذا الوضع وهكذا إلى الشام والإمام بقي مريضا في بلاد الشام يعني أن حالته كانت مستمرة إلى بلاد الشام العقل الذي يسمح لنفسه أن يتصور الإمام السجادة بهذه الصورة هل يوثق به هل هذا عقل سليم حتى يقال عن أصحاب هذه العقول الخرائية النجسة من أنهم محققون ومن أنكم تأخذون دينكم يا أيها الشيعة الأغبياء الحمير من هؤلاء الحمير وين المصدرة وين المصدرة سامي البدري وين المصدرة من احدار المدوى المصدرة هنا 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 سأحدثكم حديث المصدرة لكنها مصدرة أخرى أنا لا أحدثكم بحديث هذا الأخرق حديث الأخرق يناسبكم أنتم يناسب السيستانيين الأغبياء هذا هو حديث المصدرة الإلهية هذه مصدرة سامي أنا هنا أحدثكم بحديث المصدرة الصادقية أحدثكم عن الصادق وليس عن هذا البدر الأخرق أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة ثلاثمائة واحد وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس في صفحة العشرين بعد الثلاثمائة إمامنا الصادق يقول لحمران إنه حمران ابن أعين من الصحابة المعروفين والقريبين من إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا حمران يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم هذه هي المصطرة المطمر إنه خيط البناء هذا الخيط الذي يضعه البناءون يضعه المهندسون كي يستدلوا به على أن بناءهم يأتي مستقيما يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم وإلا ستضيع العالم هو الإمام المعصوم يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم قلت يا سيدي وما المطمر قال أنتم تسمونه خيط البناء فإذا أردت الطريق السديد فاجعل الخيط فيما بينك وبين إمامك ممتدا مستقيما وحافظ على استقامة صلتك بإمامك مثلما يفعل البناءون حينما يمدون خيط البناء لكي يشخصوا استقامة بنائهم يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم قلت يا سيدي وما المطمر فقال أنتم تسمونه خيط البناء فمن خالفك على هذا الأمر فهو الزنديق هؤلاء زنادق هؤلاء زنادق فمن خالفك على هذا الأمر على حقائق القرآن وحقائق معارف العترة الطاهرة هذه التي أبينها لكم هؤلاء زنادق بحسب المصطرة الصادقية وليس بحسب المصطرة البدرية إنها مصطرة الحمير مصطرة الثولان وهذه مصطرة الأذكياء تلك مصطرة الأغبياء تلك مصطرة الكذابين وهذه مصطرة الأبرار الصادقين فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق فقال حمران وإن كان علويا فاطميا فقال أبو عبد الله وإن كان محمديا علويا فاطميا فلا تخافوا من العمائم السوداء وتقولون هؤلاء أبناء رسول الله الميزان هو ميزان هذه المصطرة وملاحظة ملاحظة فإن البدريين الهاشميين البدريين ومنهم سامي البدري يعود نسبهم وهذا معروف معروف جدا يعود نسبهم إلى جعفر الكذاب جدهم الأعلى هو جعفر الكذاب الذي لعنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أحمل أولاد جعفر ما كان قد فعله جعفر الكذاب لكنها معلومة معلومة البدريون وسامي بدري والبدريون في العراق مقرهم سامر وما هم بشيعة إنهم شوافع والرجل عائلته في أصلها شافعية أتحدث عن سام البدري وهذه معلومات دقيقة ومعلومات حقيقية عائلته في الأصل سنية شافعية تنتمي إلى جعفر الكذاب قلت قبل قليل لا أحمل أولاد جعفر وما جاء من نسله ما كان عليه جعفر الكذاب من ضلال كما يقول أمير المؤمنين أنا ابن نفسي أنا ابن نفسي هذه قاعدة قاعدة علوية ونحن نتحدث عن المنطق العلوي وبايعنا على أن نأخذ الفهم من علي هذا علي يفهمكم بعدي هكذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا ابن نفسي وكنية أدبي من عجم كنت أو من العربي إن الفتى من قالها أنا ذا ليس الفتى من قال كان أبي هذه هي القاعدة أنا ابن نفسي وكنية أدبي من عجم كنت أو من العربي إن الفتى من قالها أنا ذا ليس الفتى من قال كان أبي لكنها معلومة يا حمران يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم قلت يا سيدي وما المطمر فقال أنتم تسمونه خيط البناء فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق فقال حمران وإن كان علويا فاطميا فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه وإن كان محمديا علويا فاطميا الحديث الثاني عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ليس بينكم ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر هذه المصطرة إلا المطمر قلت وأي شيء المطمر قال الذي تسمونه التر وهو خيط البناء المطمر كان يسمى في المدينة والتر كان يسمى في الكوفة إنه خيط البناء ويسمى في أيامنا أيضا بشاقول البناء يقال له شاقول البناء ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر قلت وأي شيء المطمر قال الذي تسمونه التر فمن خالفكم وجازه خرج عن استقامة خيط البناء فابرأ منه وإن كان علويا فاطميا هذه الحقائق التي تبين لكم في قناة القمر هذه هي المطمر فيما بينكم وبين إمام زمانكم هذا هو قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم ماذا نقرأ في الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين بعد المئة الباب الخامس النوادر الحديث الأول وقد نقله عن معاني الأخبار للصدوق وعن عيون أخبار الرضا للصدوق أيضا بسنده عن عبيد بن هلال قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول إني أحب أن يكون المؤمن محدثا قال عبيد بن هلال قال قلت وأي شيء المحدث قال المفهم فبإمكان المؤمن أن يكون محدثا بإمكان المؤمن أن يكون مفهما وإنما يكون محدثا يكون مفهما إذا مد المطمر فيما بينه وبين العالم إذا ما مد المطمر فيما بينه وبين إمامه هنا سيكون محدثا سيكون مفهما الحديث واضح في أن الإنسان بإمكانه بسعيه بسعيه وليس بعطائه يمكن للمؤمن أن يعطى التفهيم من خلال لطف إمامه به ولكنه يمكن أن يسعى في أن يحصل هذا التفهيم إني أحب أن يكون المؤمن محدثا هذا الكلام يعني أن المؤمن بإمكانه أن يتصف بهذه الصفة إني أحب أن يكون المؤمن محدثا قال قلت وأي شيء المحدث قال المفهما وهذا هو الذي مد المطمر فيما بينه وبين إمامه ما يقوله أمير المؤمنين ومرارا قرأت هذا عليكم من نهج البلاغة الشريف إنها الخطبة الخمسون بعد المئة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة حيث يتحدث أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن إمام زماننا ومن أنه في سترة عن الناس في زمان غيبته إنها الغيبة الطويلة إنها الغيبة التي نحن فيها في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره وماذا سيجري في هذه السترة في هذه الغيبة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل مثلما يقوم الحداد بشحذ السيوف بتنظيفها وبصقلها وبحدها كي تكون قاطعة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل ما الذي سيجري عليهم تجلى بالتنزيل أبصارهم هذا هو التفهيم لماذا لأن القوم مد المطمرة فيما بينهم وبين إمامهم تجلى بالتنزيل أبصارهم هذه هي المصطرة الصادقية هذه هي المصطرة المهدوية وليس تلك التي يتحدث عنها هذا الغبي الأخراق تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح كأس الحكمة يشربونها صباحا ومساء لماذا لأن المطمرة ممدود فيما بينهم وبين إمامهم يا حمران مد المطمرة فيما بينك وبين العالم هذه هي المصطرة وليس تلك التي يتحدث عنها هذا الغبي الأخراق هذا الكذاب الأثول نذهب إلى فاصل وصلنا عتاب من عزيز علينا من عزيز غال علينا من الأستاذ أبو صابر يقول من أننا في قناة القمر وأنا الذي أتحدث تقولون من أن الحمير البشر أسوأ بكثير وكثير من الحمير الحيوانات ومن أنكم لا تلومون الحمير الحيوانات لأن الله تعالى قد خلقها هكذا يقول ماكو حمار إلا أطلعته بالقناة فهو يطلب المشاركة يقول مثل ما طلعتم الحمير البشر وعرضتهم الأستاذ العزيز الغالي أبو صابر يريد المشاركة في البرنامج فأقول له على عيني على عيني يا أبو صابر نشاهد معا المشاركة التي بعث بها إلينا الأستاذ العزيز الغالي أبو صابر طابت أنفاسك يا أبو صابر خصوصا الخاتمة كان الختام مسكن صح لسانك يا أبو صابر والله إن نهيقك هذا لهو أفضل بكثير من نهيق الحمير البشر الذين عرضتوا نهيقهم في هذه الحلقات التي عنونتها حوزة الحمير قد يعترض المعترضون من أن القرآن يقول في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أقول بحسب منطق الأمير فإن الحمير الذين ذكروا في الآية ما هم الحمير الذين منهم أبو صابر أقرأ عليكم من مشارق أنوار اليقين ل رجب البورسي هذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي قموا المقدسة إنه من أعلام القرن الثامن الهجري في صفحة السابعة والأربعين بعد المئة سأل رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن معنى الحمير في الآية إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره قاعدة جميلة قاعدة تقبلها العقول وتخبت لها القلوب قاعدة منطقية واضحة ناصعة صريحة الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره الله هو الذي جعل صوت الحمار بهذه الهيئة وهذه الكيفية إنما هو زريق وصاحبه الحديث عن قتلة الزهراء صلوات الله عليه إنما هو زريق وصاحبه في تابوت من نار في صورة حمارين الحديث عن حمير جهنم حمير جهنم تختلف عن حمير الدنيا إنما هم زريق وصاحبه في تابوت من نار في صورة حمارين إذا شهق في النار انزعج أهل النار من شدة صراخهما وإلا فإن الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره وتعالوا معي فإن نهيق أبي صابر ليس فيه من كذب على الله وليس فيه من كذب على العترة الطاهرة إنه لم يأتي بآية مكذوبة مثل ما يفعل مراجع حوزة الحمير ومثل ما يفعل المحققون الحمير في هذه الحوزة فعينما ينهق أبي صابر لا يأتينا بآية مكذوبة ولا يكذب على إمام زماننا ولا يسبب نهيقه ضلالا لكم الأولى بكم أن تستمعوا إلى نهيق الحمير بدلا من نهيق الحمير البشر استمعوا إلى نهيق أبي صابر تحياتي المتواصلة إلى الأستاذ العزيز أبي صابر وقد استجبنا لطلبك وأجبنا على رسالتك وأنت كما قلت إنك لخير وخير وخير من أولئك الذين يشدون العمائم في حوزة الحمير لأن الحمير البشر كائنات ممسوخة هم الذين مسخوا أنفسهم بأنفسهم حين نقضوا بيعة الغدير وحين ذهبوا يأخذون دينهم من الطوسيين البتريين المرجئيين بقي عندي شيء واحد لقد تمنيت على أبناء وبناتي من شيعة قائم آل محمد أن يعدوا قوائم لتصنيف الأشخاص الذين تم ذكرهم في هذه الحلقات وطلبت منهم أن يجعلوا خانتين هناك خانة لرجل الدين الإنسان وهناك خانة لرجل الدين الحمار وأن يصنف وأنا معهم وأن يصنف الجميع ضمن هذه القوائم بعد احترامهم لعقولهم وبعد وأن يدقق النظر في قضية مهمة من هو الذي منطقه منطق الأمير ومن هو الذي منطقه منطق الحمير الحلقات التي مرت تحت عنوان دجال سجستان وهذه المجموعة تحت عنوان حوزة الحمير لخصت فيها لكم الكثير من الحقائق المعلومات كلها دقيقة دقيقة لا يضحكون عليكم لا يقولون لكم كلاما يخدعون به هذه المعلومات دقيقة لو لم تكن دقيقة لردوا عليها وأنا أقول ردوا عليها إذا كانت المعلومات ليست دقيقة ردوا عليها كذبوها أتحدث عن المعلومات التي ذكرت في مجموعة حلقات دجال سجستان وعن المعلومات التي ذكرتها في هذه المجموعة من الحلقات التي عنوانها حوزة الحمير وهي الحوزة الطوسية في النجف وكربلة وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا في عنوان جديد إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم دعاء جميعا في أمان الله شكرا